بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات رابعة متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا ما زلنا معكم مع المراجعة النهائية لمادة الفيزياء إذن بعدما عرضت عليكم 12 سؤال على دافعة أرخاميدس صدقوني أنني تقريبا جمعت معظم الأسئلة التي تجي على دافعة أرخاميدس وهذه الأسئلة يعني ما جات من نفسي ولكن جات من امتحانات التجريبية وجات من امتحانات شهادة التعليم المتوسط بيئة إذن نتمنى أنكم راح تغتنموا هذه الفرصة وتشوفوا كل هذه الأسئلة الآن انتهت حل الوضعيات صدقوني أن يكون جبدوا هذه الأسئلة راح تلقاوا أي وضعية أي موضوع عفوا راح تلقاوا في هذا الموضوع يوجد الأسئلة اللي انشرتها من قبل نتمنى أنكم يعني تستفادوا من كل هذه الأسئلة ثم بعد ذلك درج الجزء الثاني على 20 سؤال جمعت عشرين سؤال على المادة وتحولاتها وقسمتها على حسب الدروس نتمنى أيضا راح تولو لهذه الأجزاء الجد جد مهمة والأسئلة المتكررة والصعبة جرت أسئلة متكررة جرت الأسئلة الصعبة ثم بعد ذلك أيوما جبت لكم وضعية إدماجية على التكهب فيها ظاهرة البرق والرعد والصائق إذن شفت أن المعظم لم يلقي لها الاهتمام ولكن أنا أحب أن نلقي لها الاهتمام لماذا؟ لأنني لا أتنبأ بشيء ولكن فقط ما نخلوش موضوع أو نخلوه درس أو نخلوه شيء ما ننقذوش عليه يعني لازم تراجعوا كل شيء الآن الوضعية تقول من أبرز الظواهر الطبيعية الناتجة عن ظاهرة التكهرب هي ظاهرة البرق والرعد بسبب اكتساب السحب لشحن كهربائية بعد طرق كالدلك بعدة طرق عفوال كالدلك اللمس والتأثير قد يقول البعض ولكن أستاذة ما قريناش درس البرق والرعد والصائق أقول لكم صحيح أنكم ربما ما اترقتوش إليه ولكن رح تشوفوا أن في هذا الدرس هناك درس قريته من قبل وهو طرق التكهرب ثم بعد ذلك تدخل أسئلة ثقافة عامة السؤال الأول يقول اشرح كيفية ظهور الشحن الكهربائية الموجبة والشحن الكهربائية السالبة على الأجساء عند تكهربها رح نشوفوا أن هذا السؤال رح يتطرق إلى تفسير الطرق الثلاثة اللي هي الدلك اللمس التأثير ثم بعد ذلك السؤال الثاني فسر ظاهرة الرعد والبرق والصائقة اعتمادا على السند طبعا هناك سندين سند الأول وسند الثاني دائما يدخل في التكهرب ثم هنا ثقافة عامة أذكر آثار المتربطة عن ظاهرة الصائقة رابعا لماذا لا ينصح بعدم الاختفاء تحت الأشجار أثناء حدوث العواصف الرعدية خامسا كيف يتم حماية البيوت من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة سادسا قدم التوجيهات والنصائح التي تراها مناسبة لتفادي خطر الصواعق كل هذه الأسئلة ثقافة عامة ثم بعد ذلك سابعا جزء آخر فسر ماذا يحدث عند ملامسة القضيب المشحون سلبا للسلك الناقل المتصل بالأرض هذا هو الشكل عندنا قضيب مشحون سلبا متصل بسلك الناقل ثم بعد ذلك مثبت إلى الأرض يقول استنتج سبب حدوث الصائقة من خلال السند نبدأ على بركة الله إذن نكتب لكم الإجابة باش تسفادوا أكثر وأكثر وننصحكم أنكم خلاص تخلوا الورق يعني تحاولوا محاولة خفيفة جدا ما تكسروا ش راسكم ولكن ركزوا لي في الحل النموذج باش تسفادوا أكثر وأكثر شوفوا معايا نقول جميعا باسم الله ثم نبدأ إذن نكتب الإجابة شرح كيفية ظهور الشحن الكهربائي الموجبة والشحن الكهربائي الساليب على الأجسام عند تكهربها إذن نقول يتم ذلك عن طريق ثلاث طرق ونذكر الثلاث طرق اللي هي التكهرب بالدلك التكهرب باللمس التكهرب بالتأثير إذن ماذا نقول عن التكهرب بالدلك حيث يتم ظهور شحن الكهربائي الموجبة أو الساليب عند تكهربها عن طريق الاحتكاك اللي هو الدلك إذ تنتقل الشحنة الساليبة من جسم تفقدها فتصبح شحنته موجبة إلى جسم آخر يكتسبها فتصبح شحنته ساليبة هذا هو التكهرب بالدلك أما التكهرب باللمس نقول تظهر شحنة الكهربائية على جسم متعادل كهربائيا بعد تكهربه عن طريق لمسه طبعا بجسم مشحون بالساليب فتنتقل إلكترونات فتصبح شحنته ساليبة هنا كل واحد يعبر كما فهم هذا الدرس يعني طرق التكهرب أما التكهرب بالتأثير نقول تظهر الشحنات الكهربائية على الجسم عن طريق التأثير إذ يحدث استقطاب للجسم المتعادل كهربائيا عند تقريب جسم مشحون سلبا أو إيجابا فيتم إعادة توزيع الشحنات فيه وتنتقل إلكترونات إليه أو منه بعد الإنجذاب والتلامس فيصبح جسما مكهربا غير مطلوبون ديروا نفس الشرح ولكن كل واحد يشرح بطركته الخاصة حسب ما فهمه على طرق التكهرب الآن السؤال الثالي كيف نفسر ظاهرة البرق والرعد نقول أثناء التقلبات الجوية تشحن طبعا استنادا عن السند شوفوا معي السند الدائي نقدم لكم السند ليه هو هذا السند نلاحظ أن هناك سحابتين السحابة الأولى مشحونة في الأسفل بالشحنة السالبة السحابة الثانية مشحونة بالشحنة الموجبة إذن نقول أثناء التقلبات الجوية تشحن السحابة بشحنة كهربائية موجبة وأخرى بشحنة كهربائية سالبة فيحدث تفريغ الكهربائي قد يقول البعض لكن أستاذة ما معنى التفريغ الكهربائي شرحته لكم تفريغ الكهربائي هو تسرب الإلكترونات أو انتقال الإلكترونات بكمية هائلة وسرعة كبيرة إذن انتقال الإلكترونات طبعا نلاحظ أن السحابة الأولى موجبة وسحابة ثانية سالبة رح يكون هناك تسرب للإلكترونات رح يكون تجاذب وبالتالي تنتقل الإلكترونات بسرعة هائلة وكبيرة بينهما فتبرز ظاهرة ضوئية هي البرق هي ظاهرة البرق وظاهرة صوتية وهي ظاهرة الرعد السؤال با يقول فسر ظاهرة الصائق نحن كلنا نعرف ما معنا الصائقة يعني نعرفوها كلنا وش نقول أيضا نقول أثناء التقلبات الجوية يتكون الأمطار مثلا تشحن السحابة بشحنة كهربائية سالبة شوفوا معايا هنا نجي للسانة الثانية طبعا هنا يا مثلا عدنا سحابة مشحونة بسلبا وعدنا هنا شجرة مشحونة بشحنة موجبة هنا لماذا رح يكون رح نشوفوا هناك تكهرب بالتأثير لأن الشحنة السالبة دائما تجبت يعني رح ينعاد توزيع الإلكترونات هنا أو استقطاب الشجرة رح تكون الموجبة في الجهة المقابلة لشحنة السالبة ثم بعد ذلك نقول للتفسير التاعي نقول في الجهة التي تقابل الأرض مما يؤدي إلى ظهور شحنة موجبة للجسم الحاد هنا الجسم الحاد المذكور هو الشجرة بين قوسين الشجرة وذلك عن طريق التكهرب بالتأثير فيحدث التفريغ الكهربائي حرفناه ما معنى التفريغ الكهربائي فجأة وتحدث الصاعقة المصحوبة بصوت حاد هذا هو التفسير لظاهرة الصاعقة السؤال الثالث يقول ما هي الأثار المترتبة عن ظاهرة الصاعقة؟ إذن هذه ثقافة عامة نقول الأثار المترتبة عن ظاهرة الصاعقة هي أولا تسبب احتراق المنشآت والمنازل والأشجار تفجر سهاريج الغاز تؤدي بحياة الأشخاص إثر الصاعق الكهربائي هذه من بينتما تحبوا تزيدوا أثار أخرى حسب معلوماتكم الخاصة ثم بعد ذلك يقول سؤال رابع لماذا لا ينصح بعدم الاختفاء تحت الأشجار أو الاختفاء تحت عفوا الاختباء وليس الاختباء وذي نعيد السؤال لماذا لا ينصح بعدم الاختباء تحت الأشجار أثناء حدوث العواصف الرادية طبعا هذه المعلومة جد جد قيمة سنتعلموها الآن لماذا عندما نشوف صاعقة ما لازمش نتخبه تحت الأشجار دعونا نشوفوا التفسير العلمي إذن نقول لا ينصح بعدم الاختباء تحت الأشجار أثناء حدوث العواصف الرادية لأن التفريغ الكهربائي يكون عادة في الأماكن المرتفعة عن سطح الأرض يعني وين يكون سطح أو مكان أو يعني جسم يكون عالي أو مثلا التل الشجرة يعني يكون عالي على سطح الأرض ما لازمش نختبئه تحته لماذا؟ لماذا؟ لأنه رح يكون التفريغ الكهربائي عليه مباشرة إذن ثم بعد ذلك السؤال الخامس يقول كيف يتم حماية البيوت من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة؟ يعني ظاهرة الصواعق نقول يتم حماية البيوت من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة بوضع مانعة الصواعق وش معنتها مانعة الصواعق؟ شرحتها لكم هي قضيب معدني يثبت في أعلى البناية سواء المنزل أو عمارة أو شيء آخر ثم يوصل هذا القضيب المعدني بالأرض من أجل استدراج شرارة الصاعقة وبالتالي يتم التفريغ الكهربائي يعني يوصل هذا القضيب المعدني يوصل بالأرض باش تكون الشرارة الكهربائية تتجه نحو الأرض باش ما تكونش الصواعق هذا هو مانعة الصواعق السؤال السادس وش يطلب منكم؟ يطلب منكم قدم التوجيهات والنصائح التي تراها مناسبة لتفادي خطر الصواعق وش نقول هنا أيضا ثقافة عامة نقول التوجيهات والنصائح التي أراها مناسبة لتفادي خطر الصواعق هي أولا كما ذكرنا هنا تركيب مضاد الصواعق على سطح العمارات والمنازل هذا أول شيء عدم الاختباء تحت الأشجار لأنها معرضة لتصدع والاحتراق عند هدوث الصاعقة عدم استعمال خاصة الجوال شدوها كمعلومة عامة ثقافة عامة عدم استعمال الجوال وإغلاقه فورا الابتعاد عن الأجسام الحادة والناقلة للتيار الكهربائي أثناء التقلبات الجوية كالأعمدة والأشجر تجنب الوقوف قرب أعمدة الطاقة الكهربائية ثم بعد ذلك تجنب الدخول إلى مناطق مكشوفة وواسعة لماذا تجنب الدخول إلى مناطق مكشوفة وواسعة راح نكون في هذه المناطق المكشوفة والواسعة راح تكون الجسم الإنسان هو أعلى 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 جسم يعني راح تكون عليه التفريغ الكهربائي السؤال السابع يقول فسر ماذا يحدث عند ملامسة القضيب المشحون سلبا وهذا القضيب المشحون سلبا للسلك الناقل المتصل بالأرض إذا كيف نفسر دائما ندخل في طرق التكهرب إذا نكتب التفسير هو نقول عند ملامسة القضيب المشحون سلبا وهذا القضيب بالسلك الناقل تنتقل نعلم أن الإلكترونات التي تنتقل حذاري ليست الشحنات الموجباء الشحنات الموجباء لا تنتقل إذن نقول تنتقل شحنات السالبة عبره يعني عبر السلك الناقل إلى الأرض للتفريغ في الأرض هذا هو التفسير السؤال الأخير من هذه الوضعية يقول استنتج سبب حدوث الصاعقة من خلال السنة دائما يطلب منكم سواء في الرياضيات أو في الفيزياء استنتاج أي شيء يعني كان سؤال من قبل ثم يطلب منه الاستنتاج الاستنتاج يكون حسب السؤال الذي كان من قبل يعني نستعمل سؤال الذي كان من قبل السؤال الذي كان من قبل يقول فسر ماذا يحدث عند ملامسة القضيب المشحون سلبا للسلك الناقل المتصل بالأرض شوفوا معي إذن هنا عدنا السند هو هذا السند عدنا سحابة مشحونة هنا في الأسفل بشحنة سالبة هنا مكتوب هوا أرطب ثم مكتوب هنا الأرض إذن انطلاقا من هذا السند ومن هذا السؤال رح استنتج سبب حدوث الصحقة طبعا رح أقارن بين هذا السند وهذا السند وأقول من خلال السند فإن هنا نلاحظ أن هنا السحابة مشحونة سلبا وهنا القضيب مشحونة سلبا إذن نقول السحابة في مكان القضيب المشحون سلبا والسلك الناقل يمثل الهواء الرطب لماذا؟ لأن الهواء الرطب يحتوي على ماء والماء ناقل للطيار الكهربائي وبالتالي رح يكون الهواء الرطب ناقل للطيار الكهربائي ونقول والسلك الناقل يمثل الهواء الرطب لأنه ناقل للطيار الكهربائي لأنه يحتوي على الماء وبالتالي هذا هو الاستنتاج تنتقل الشحنات السالبة الموجودة في السحابة عبر الهواء عبر الناقل تيان كهربائي لتتفرغ في الأرض وهذا ما يسمى بصائق إذن هذا هو الاستنتاج أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذه الوضعية تمنيتي لكم بالتوفيق حذاري ثم حذاري بقتلكم أربعة أيام فقط لمراجعة هذه المادة انتمنى أنكم رح تبرتجوا كل هذه الفيديوهات إلى أحباكم وأصدقائكم لكل من تعرفوا أنه يحتاج إلى هذه الأسئلة والأجوبة باش تجيبوا كامل علامات جيدة وأقصد بالعلامات الجيدة عشرين على عشرين إذن صدقوني أنكم عندما تفهموا الدرس وتديروا الأسئلة هذه وديروا وابعيات وديروا تمارينات وديروا مواضح إن شاء الله رح تتوفقوا لأنها أسئلة متكررة في كل مواضح هذه المراجعة هذه الأسئلة خلوها لآخر لحظة باش تسفادوا أكثر وأكثر وتتركز عندكم المعلومات سلام الله عليكم بالتوفيق للجميع نتمنى أنكم رح تتحصلوا كامل على شهادة التعليم المتوسط ونتنتقلوا كامل إلى سنة أولى ثانوي ورح تلقاوا كل الدروس إن شاء الله موجودة على قناتي ما عليكم إلا الإجتهاد والإجتهاد ما تخلوش روحكم إلى آخر لحظة وتبدأوا تديروا المعدلات بقلق شديد فرحوا أولياءكم فرحوا أنفسكم بالتوفيق سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر